السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة لأكبر قدر ممكن منهم نتكلم في هذا الفيديو عن جمل للمحادثة اليومية في اللغة الإنجليزية كما نعلم أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية ليس عن طريق كلمات ولكن عن طريق جمل يعني أضع كلمات في جمل معينة في هذا الفيديو نتكلم عن عشرين جملة إنجليزية من الحياة اليومية نحفظ هذه الجمل بالتالي أستطيع أن أستخدمهم في حياتي اليومية من الجمل الشائعة في حياتنا اليومية تابع معاي نهاية الفيديو هناك الكثير من الملاحظات والمعلومات التي تخص التحدث في اللغة الإنجليزية نبدأ بأول مجموعة No hard feelings يعني بدون زعل hard معاته قاسي feelings مشاعر يعني بدون مشاعر قاسية يعني بدون زعل No hard feelings لاحظ جاي من كلمة feel يشعر يشعر الأسنة ننفضها زعل No hard مثل father father No hard feelings يعني بدون زعل أريد أن نقول لا تحرجني Don't embarrass me Don't embarrass me لاحظ نقول M or M يعني بالكسر أو فتح شوي أثنين صحيحة embarrass 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 me Don't embarrass me يعني لا تحرجني لا تضعني موقف محرج Don't embarrass me كيف أقول لا تنزل نفسك إلى مستواهم يعني لا تنزل مستواهم بالمعاملة السيئة Don't stop to their level Don't stop to their level لاحظ stop نضغط على P Don't هي اختصار ل Do Not نختصرها Don't to their level Level مستوا Their level مستواهم Don't stop to their level لا تنزل نفسك لمستواهم كيف أقول زح أو وسع لمكان افسح لمكان يكون شخص جالس تطلب منه أن يوسع لك المكان لكي تجلس جانبه إذن وسع المكان زح على حسب كل شخص ولهجته Scoot over Scoot over بمعنى زح أو وسع مكان كيف أقول أنا أتفق معك I agree with you I agree with you يعني أنا أتفق معك يعني أوافقك الرأي No hard feelings Don't embarrass me Don't stop to their level Scoot over I agree with you نعيد ما أخير مرة No hard feelings Don't embarrass me Don't stop to their level Scoot over I agree with you كيف أقول نزل نافذة السيارة يعني نزل جام السيارة نزل الدريشة نزل شباك السيارة على حسب كل شخص رول داون ذا ويندو رول داون ذا ويندو كيف أقول وقف على جنب يعني كل شخص ساق مركبة أين كانت المركبة بطلب أنه يوقف على جنب يعني طرف الطريق pull over pull over إذن pull over بمعنى وقف على جنب كيف أقول افتح شنطة السيارة يعني افتح بوكاج السيارة أو صندوق السيارة الخلفي open the trunk open the trunk إذن معنا افتح شنطة السيارة كيف أقول شغل السيارة يعني دور السيارة إذن شغل أو دور السيارة start the car start the car إذن كيف أقول لا تهددني don't threaten me don't threaten me بمعنى لا تهددني إذن نزل نافذة السيارة rule down the window pull over open the trunk start the car don't threaten me roll down the window pull over open the trunk start start the car don't threaten me كيف أقول عشان خاطري لأجلي يعني المصلحتي for my sake مثلا قم بهذا عشاني عشان خاطري do that for my sake for my sake عشان خاطري أو لأجلي كيف أقول فات الأوان يعني خلاص راحت عليك الوقت انتهى مايفيد تعمل أي شيء that ship has sailed that ship has sailed لو ترجمها بشكل حرفي لقد أبحرت تلك السفينة يعني خلاص الموضوع انتهى لكن ترجمة الصلاحية أو بشكل مصطلح بمعنى فات الأوان أو راحت عليك that ship has sailed كيف أقول أن أتبع حمية يعني عامل رجيم I'm on a diet I'm on a diet إذن لن نقول على حمية يعني عامل حمية أو أتبع حمية معينة I'm هي اختصار ل I am دائما واختصار الأفضل بدأنا عن حرف A وضعنا أباستروفين I'm لاحظين I'm on a diet كيف أقول لدي سؤال I have a question لاحظ question بمعنى سؤال I have a question إذن لدي سؤال هذا لطف منك يعني هذا من لطفك أو هذا من طيبك that's nice of you that's nice of you that's هي اختصار ل that is حذفنا حرف I وضعنا بدنا عنه أباستروفي ووضعنا الاس إذن نستطيعنا نقول that is مثلا عندنا I am الأفضل الاختصار that's that's nice of you إذن for my sake that ship has sailed I'm on a diet I have a question that's nice of you آخر مرة ننفضهم ليه نتعلم اللفظ بنفس الوقت نراجع مع بعض for my sake that ship has sailed I'm on a diet I have a question that's nice of you كيف أقول لا تكون طمع يعني لا تكون جشا don't be greedy don't be greedy طبعا لدينا كلمة greed جشا greedy جشا أو طمع don't be greedy لا تكون طمع كيف أقول عبذل قصار جهدك يعني سوي أكثر ما تستطيع do your best do your best مثلا نقول سأبذل قصار جهدي I'll do my best مثلا نقول I'll do my best I'll هي اختصار ل I will نختصرها بدلا الحرف W I نضع أبوستروفية تصبح I'll I'll do my best سأبذل قصار جهدي أو قصار جهدي أكثر ما أستطيع do your best بمعنى أبذل قصار جهدك كيف أقول تلفوني فصل من الشحن طفا من الشحن ماذا لبيه شحن ممكن نقول جملتين my phone is dead my phone died أي جملة تقولها صحيحة my phone is dead my phone died كيف أقول كيفك يعني أنت من يقرر it's up to you طبعا هنا ليست up إذن you صلحناها it's up to يعني على كيفك it's your call it's your call إذن أي جملة صحيحة بمعنى كيفك أنت من يقرر كما تريد it's up to you it's your call don't be greedy do your best I'll do my best my phone is dead my phone died it's up to you it's your call don't be greedy I'll do my best do your best my phone is dead my phone died it's up to you it's your call أفضل طريقة للاستفادة من هذا الفيديو أكتب أو أدون هذه الجمل في مدونة أو دفتر وحاول أتعلمهم وأبصمهم بصم ممكن سجل فيديو نفسك وتكرر هذه الجمل جملة جملة وتحفظهم أيضا تسمع صوتك يكون عندك جراء بالكلام أمام أحد وأيضا بتمرن إذانك ولسانك على التحدث باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر